فيما يلي مشاهدينا نستعرض أبرز ما عنوانته الصحف العربية والأجنبية حول الضربة العسكرية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قاعدة شعيرات العسكرية قرب حمص ونفذت فجر الجمعة كرد على استهداف قوات الأسد لبلدة خان شيخون في إدلب بالكيماوي نبدأ بصحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت ترامب يرضع كيماوي الأسد ويحرج رعاته مما ورد فيه أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءا محسوبا بدقة كان مبررا تماما ومستعدون لفعل المزيد هذا على لسان نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في صحيفة الحياة كتب عن جهود برزت أمس لاحتواء أي تصعيد عسكري محتمل بين واشنطن وموسكو بعد تبادل اتهامات إعلامية على خلفية شن الجيش الأمريكي هجمات صاروخية على مطار قاعدة شعيرات السورية قرب حمص وهددت الولايات المتحدة بمزيد من الضربات في حال لم تلتزم دمشق بتعهداتها ننتقل الآن إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت ضربة أمريكية تردع الأسد وتربك روسيا وإيران ورد في الخبر ما كان قد أشار إليه معالي دكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإمارات لشؤون الخارجية في تغريدات على تويتر إلى أن العالم على شفى مواجهة دولية على خلفية ما يجري في سوريا صحيفة الجولف نيوز نتحدث أيضا عن عنوين الصحف الأجنبية عنوانات الإمارات تدعم الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على موقع لقوات الأسد صحيفة نيويورك تايمز التي عنوانت أيضا فيما يتعلق بالضربة الضربة الأمريكية على مطار شعيرات وضع الولايات المتحدة وروسيا على خلاف جاء في هذا الخبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الضربة الأمريكية بأنها تسبب ضررا واضحا للعلاقات بين روسيا وأمريكا نصل الآن إلى صحيفة الواشنغتون بوس التي عنوانت أيضا فيما يتعلق بهذه الضربة بعد الضربات التحدي أمام ترامب هو سياغة استراتيجية طويلة المدى في سوريا يأتي تحت هذا العنوان ما يلي الآن يجب على ترامب ومستشاريه التحرك بسرعة والانتقال بعد تنفيذ هذه الضربة إلى استراتيجية طويلة الأمد